طبعا اليوم حافل بالمساعدات مع الصبايا اجوا من عدة مناطق اللي بشفوا عمير وفي منهن جمعية الامام علي بن أبي طالب المجموعة ساهمات يعني اجت مجموعة بكير وروحوا وكل شوي بيجي حدا جديد الحمد لله رب العالمين يعني بزور الخير موجودة وفي كل محل وان شاء الله يوصل الاشي لا اكبر عدد ممكن الشيف خدير يعني هذا مش المشروع الاول كهير مشاريع عم بتلظم قدي كان مهم لإلك وللمشاركات هنا اليوم تتلقوا هيك مشروع خاصة انه في رمضان انساني لمن رح يروح هذ الحالة ولا قاعدين تعملوا هو رايح رايحوا لمرضى السرطان يعني هنا الاشي بيختصش لمجموعة معينة أو ناس معينين يعني لكل الفئات من يعني الجولان لبير السبع رحين يفرقوا المشروع قائم يعني فيه ناس يعني اللي هن بلشوا بهالمشروع بلش منلي فريديس مع ابو الحسن ومجموعة واحنا طبعنا متبخلط فيه العام والسنة والحمد لله رب العالمين فيه اكبال كتير منيح اللي الناس بدها هالاشي فيه ناس اللي تبرعت بكاراتين طمر عن روح اهلها فيه ناس اللي تبرعت بطحين ناس اللي تبرعت بزبدي يعني انا هون كنت قصدي اني انا اتبرع بالمواد وبس بدي ايدي عاملي فهون الناس قداش السمار الخير قداش الناس بدها تعمل اشي بدها تيجي يعني ويعني هاي كان كتير اشي يعني بالنسبة للي يعني ببسط ويعني انه يجوا عمطبخي ويتطوع وكل واحد يعني مردود عمله لقيله شهر رمضان هو شهر البركة شهر الخير شهر المساعدة الدعم كل هذه الامور لقدام تفكر الشيف غدير بالعاون اتطلق مشاريع كذلك انسانية بهذا المستوى الحمد لله اكيد انا يعني كمان كل اسبوع بعت درس دين في مقر الجامعية بمقر الجامع وقديش من نقدر نعطي لله سبحانه وتعالى منعطي وفيه كمان اقبال على الاشي وان شاء الله انه بكون مشاريع يعني في كل بلد اللي يستثمر الواحد وقته باشي مفيد للمجتمع يوصل لأكبر عدد للناس يوصل لأ يعني يدخل السعادة على قلوب هاي الناس اللي هي بحاجة والله يشفي كل مريد كمان منغضر المنون حكينا شو اللي جابك اليوم هون ليش قررت تيجي تتطوع اليوم عشان نساعد الناس اللي المحتاجة ونعطيها قداش منغضر واللي اكتر اشي ساعدتني وجذبتني لهون من السندس غدير غدير ملعاوة انا عندي مشكلة بنسة حكيت لها وقلت لها بعتلي هدعا وعلى عشرة ونصب عتلها وعودت ايجيت الحمد لله يعني خررت تترك كل اشغالك من اجل هاد المشروع حكيت لها وكنت عب اعمل معجنات ودف شرتين وضلتني جاي لهون خير ان شاء الله انا فهمت انه بالنهاية هاي الحلوات رح توصل رايح على مرضى السرطان قدي كان بهمك هاي الفئة يوصلها هاد الرائع هاد المستحر كتير يعني مش شوي لازم نحصل هنا يعني نساعد هنا يحسوا باجواء الحيب باجواء رمضان باجواء الكعيك بكل هاي الاجواء ان شاء الله هذا اول مشروع تشارك فيو تطوع هون اه متفكري لقدام متكملة ان شاء الله انا شايفك قاعدة بتناقش الطمر مع زميلتك غدير بالعاوش ايش ايف ادي كان المهم لقلك توصل اليوم لهم انا كل وقت بشتغل في الاعمال الخيرية اذا مقوله داخلي بجمعية المجد الامام عليه ودعوتنا انه يجي نساعدها لبنا لها الطلب وقالله اعطانا الصحة صنا من الصبح وانحنا واقفين ومنشتغل الحمد لله لا اجل المرضى السلطان السرطان ان شاء الله الله يشفيكوا المريض يا رب الشهر الكريم يعني هذا الحلو بالنهاية شو بي ايديكو لا اشخاص اللي هني بحاجة له هذا بحاجة الهم ان شاء الله ادي صلك بالتطوع ادي صلك بالتطوع بشكل عام انا صلت ست سنين الاشي اضاف للك هيك عمل لك حرك فيك اشي اه الا بحرك كل اشي انا بالنسبة لي بقدرش اشتغل المرات عندي في البيت اذا بقدرش اشتغل الساعة اسا اجيت من الصبح لحد اسا وانا اشتغل والله معطاني الصحة والقوة الحمد لله هاي رسالة انسانية الرسالة انسانية الحمد لله كل شغلك اجيت اليوم مع زميلاتك محلو اجيت سكرت المحلو اجيت لحتى اساهم في مشروع اللي هو ان شاء الله من فيد مرضى السلطان قدي كان مهم لإيليك تيجي هون اليوم طبعا احنا بشهر بأيام فضيلة وشهر بأيام الخيرات زي ما قالو وشهر الخير وشهر الكرم وشهر العطاء وطبعا كل السين مش بس بشهر رمضان بس هو طبعا بزيد بأيام اكثر فبالنسبة الي مشروع جدا قيم مش اول مرة طبعا ثاني مرة ثالث مرة بأبادر بالمشاريع والحمد لله رب العالمين كل سيدي بزيد الاشي ويعطيهن العافية الصبايا كلاتين ما حدا اصار الاشي جدا مفيد جدا قيم في الاخر اشي برجع كمان الحمد لله فعل الخير وكله ان شاء الله في حسنات دايما قالو بهاي اللحظة كثير نساء مثلكون لكن موجودات يا بشغلهم يا ببيوتهم اشو بتوصينهن اليوم بتقوليني انضموا تعالوا اطلعوا اعملوا كل هذا طبعا فتح هون الاشي عمل خيري طبعا ما بتقدر تقول الواحدة اطلع من شغلك وتعالي كل واحد وضروفه وقدي بيقدر لانسان يبادر في معنى اللي احنا كل النهار مش بس معنا كمان بكرة فالي بتقدرش تيجي الصبت تيجي بعد الظهر حسب وقتها حسب ترفي انها كلنا ستات بيوت ورمضان وتحضير اكل مش غريب مش غشيب عندي فالاشي طبعا برجع كمان ما رب قولك في ميزانات حسنات كلية ان شاء الله